بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم أعزائي الطلاب ونقدم لكم درسا من دروس الثالث ثلوي المستوى السادس للنظام الفصلي للفصل الدراسي الثاني لمادة القراءة والتواصل اللغوي أربعة للمسار الأدبي وتحفيظ القرآن الكريم موضوع الدرس هو مراجعة عامة للوحدة الثانية وحدة التواصل الشفهي لمهارة الخطابة والإلقاء نتمنى لكم وقتا ماتعا وننطلق على بركة الله أهداف الوحدة تحدد مفهوم الخطابة والإلقاء وتعد مقدمة جيدة لموضوعك وتستخدم أساليب عرض تثير الانتباه وتضمن الفهم تضفي المتعة والجاذبية على حديثك تستخدم أساليب بليغة لأداء رسالتك تتمكن من مهارات الإلقاء الجرأة والطلاقة وسلامة الضبط وسلامة الوقفات والتنغيم وتلوين الصوت أخيرا تتبع استراتيجيات مناسبة لتفعيل المستمعين ودمجهم بروح الخطبة نبدأ أولا بالخطابة والخطابة تكمن أهميتها في أنها تساعد في زيادة التأثير الشخصي وإثبات المرء لوجوده وتساعد على بناء تقدير الذات وتتيح لك الوصول إلى الكثير من الناس في نفس الوقت ويمكن أن تلهم وتحفز الناس على اتخاذ مسار معين من الإجراءات الخطبة أو الكلمة الفعالة تسهل من عملية صنع القرار بشكل أفضل للخطبة عناصر فما هي؟ نذكر عناصر الخطابة تتكون الخطابة من ماذا؟ أحسنتم من الخطيب والخطبة والوسيلة والمستمع فالخطيب هو المرسل والخطبة هي الرسالة التي يرسلها المرسل أما القناة فهي التي تنقل الرسالة والمستقبل هو الذي يستقبل هذه الرسالة نطرح سؤالا هنا من هو المرسل الناجح؟ المرسل الناجح هو من يستطيع أن يقنع الناس برأيه ويؤثر فيهم ويحصل على ما يريد منهم ما هي صفات الخطيب الناجح؟ ما رأيكم؟ أعطوني إجابة ما صفات الخطيب الناجح؟ صفات الخطيب الناجح هي المصداقية ومهارات الاتصال المصداقية تتمثل في الأمانة والصدق والسمعة والنزاهة والإلمام بالموضوع والخبرة والإلمام بالموضوع يقصد به توفر المعلومات الكافية التي بواسطها يتمكن المرسل أو الخطيب من التحكم في الموقف الاتصالي أما الخبرة فهي علاقة المرسل بالموضوع وأهليته في الحديث عنه ما هي المهارات الاتصالية التي يجب أن يتمتع بها الخطيب؟ من يتذكرها منكم؟ استيعاب وتجاوب ورد فعل المستقبل سرعة الاستجابة لها معرفة اتجاهات ودوافع المستقبل معرفة طبيعة الموقف الاتصالي والإلمام بفنون الإقناعي والتأثير في الآخرين وتلبية اهتمام المستقبل سؤال هنا ما الوسائل المستخدمة في الخطابة؟ نحن عبر هذا الدرس نقوم بإرسال رسالة فما هي الوسيلة التي أو المستخدمة هنا لنقل هذا الدرس؟ بالتأكيد قناة عين هل هي وسيلة أو قناة مباشرة أم غير مباشرة؟ الوسائل المستخدمة في الخطابة هي قنوات مباشرة وقنوات غير مباشرة القنوات المباشرة هي القناة البصرية والشفهية والقناة الجسدية أما القنوات غير مباشرة فهي الراديو والتلفاز وأيضا ربما الجوال والأيباد والأجهزة الأخرى نحن الآن نتواصل فيما بيننا بقناة غير مباشرة إما عن طريق التلفاز أو عن طريق الجوال في مواقع عين كيف تتم عملية الاتصال لدى المستمع؟ ما نقوم به الآن من شرح هذا الدرس نسميه عملية تواصل فأنا مرسل أقدم لكم رسالة وهي شرح الدرس والقناة التي تنقل هذه الرسالة قلنا أنها قناة غير مباشرة قناة عين إما عن طريق التلفاز أو عن طريق اليوتيوب موقع قناة عين ما دورك أنت عزيز الطالب؟ أنت الآن تمثل دور المستمع فما دورك الذي تمثله الآن؟ تشترك معي في العملية التواصلية بماذا؟ نقول أن المستمع يشترك في عملية الاتصال الخطابي عن طريق ماذا؟ أنت الآن تصغي لما أقول وبعد أن تصغي تبدأ في التفكير ثم بعد ذلك تتجاوب معي بهذا يكون المستمع اشترك في الفعل الاتصالي أو الخطابي ما الصفات والعوامل التي يعتمد عليها الخطيب في تحليل المستمع؟ في مجال الخطابة يهتم الخطيب بالمستمع لكي يفهم ميول المستمع ورغباته وكذلك لكي يجعل الخطبة تتماشى مع الميول فلذلك لا بد أو من الضروري الإلمام بما يفكر فيه الجمهور فيختار لهم الموضوع المناسب ويختار الأفكار التي تلامس احتياجاتهم ويختار الأسلوب المناسب لميولهم ورغباتهم ولذلك يعمل الخطيب على تحليل المستمع من خلال صفات معينة فما هي؟ من منكم يستطيع أن يتذكر هذه الصفات أو بعضا منها؟ أولا العمر أسلوب الخطبة يختلف من مرحلة الشباب وكبار السن لماذا؟ لاختلاف الأهداف والميول وطبيعة نظرتهم إلى الحياة أما الجنس فهناك اختلاف في درجة الاقتناع بين الرجال والنساء أما التكوين الاجتماعي فيتضمن العوامل الاجتماعية والنفسية وكذلك التعليمية والاقتصادية والفكرية إلى آخر ذلك كلها عوامل تؤثر على طريقة الاستجابة لمؤثرات الخطبة وبالتالي فهي تفرض على الخطيب أن يختار أسلوبا مناسبا للشريحة التي يمثلها الجمهور أيضا من العوامل الذكاء فاختلاف درجة الذكاء بين الجمهور تفرض على الخطيب تقديم أدلة علمية للجمهور المتخصص أما الجمهور الغير المتخصص فربما يوضح لهم أثر الموضوع أو الظاهر التي يتحدث عنها من الناحية الاجتماعية كذلك الميول فتلعب ميول المستمعين واتجاهاتهم الفكرية دورا مهما في تنويع شريحة الجمهور وبالتالي فإن اختلاف تأثيرهم بالخطبة وفهمها لها يختلف فالخطيب الماهر هو الذي يميز هذه الفروق بين المستمعين كذلك من العوامل الأثر فتتضمن طبيعة العلاقة الاتصالية بين كل من المرسل والمستقبل حدوث شيء ما نطلق عليه إصلاحا الأثر وهو يعد نتيجة حتمية لما يحدث بينهما أما التجاوب فيقصد بالتجاوب كل ما يفعله المستمع تجاه المرسل أي إرسال شيء ما من المستقبل إلى المرسل يتضمن التفاعل والحوار أخيرا الموقف الاتصالي ويقصد به العوامل المكونة والمؤثرة في تشكيل الفعل الاتصالي من هذه العوامل الحالة النفسية وكذلك حالة الجو والمكان والوقت والزمان فالخطيب الفعال لا بد أن يراعي هذه العوامل جيدا ننتقل بعد ذلك إلى مهارات بناء الخطبة وهذه المهارات تساعدك على كتابة الخطبة بشكل جيد فأول هذه المهارات من يذكرها منكم أول هذه المهارات نسميها ماذا مهارة ماذا هنا مهارة اختيار الموضوع بعد أن تختار الموضوع للخطبة تنتقل إلى ماذا لا بد أن تكتب له مقدمة جيدة ثم بعد المقدمة لا بد أن تختار نوع الأسلوب الذي ستعرض به موضوعك ثم تبحث عن ضمان الفهم وضمان الانتباه وفي الختام تكتب خاتمة جيدة لهذا الموضوع بهذا الشكل تكون قد استوفيت جميع المهارات التي تساعدك على كتابة الموضوع أو الخطبة نبدأ أولا باختيار الموضوع هناك شروط لاختيار الموضوع فمن يذكرني بها اختيار الموضوع أولا تختار موضوعا تعرفه يساعدك في زيادة الثقة بنفسك ونجاح الإلقاء وعدم الخطأ ثانيا اختيار الموضوع المشوق إليك يجعلك تستمر في الخطبة بنفس راضية لسبب بسيط هو أنك لست مجبرا على الحديث عما لا تحب وأيضا يزيد من حماسك وتعاطفك مع هذا الموضوع كذلك من شروط اختيار الموضوع اختيار الموضوع المشوق للجمهور يتنجح في جذب انتباه المستمعين وكذلك تضمن تفاعلهم معك وكلامك يكون مؤثرا وفعالا عليه ما طرق إثارة الجمهور طرق إثارة الجمهور أولا مناقشة مواضيع تهم الجمهور ويفكرون بها دائما ثانيا الحديث عن قضية الساعة ثالثا تقديم الحلول والمقترحات للقضايا التي تناقشها أيضا بسط تلك الحلول والمقترحات واشرح كيفية تطبيقها أخيرا زرع الثقة والأمل في قلوب المستمعين دعونا نأخذ مثالا بسيطا ومصغرا لطريقة إثارة انتباه الجمهور نبحث عن موضوع يهم الجمهور وأيضا هو قضية الساعة نقترح موضوع طرق الوقاية من الفيروس كورونا لأنه قضية الساعة وأيضا يهم الجمهور فيساعدني على إثارة انتباههم فنقول مثلا الموضوع طرق الوقاية من الفيروس كورونا بعد ذلك نقدم الحلول والمقترحات لهذا الموضوع فنقول لهم اتباع التعليمات من المصادر الرسمية في الدولة كذلك عدم الالتفات للإشاعات أيضا من طرق الوقاية البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة والابتعاد عن التجمعات وترك مسافة كافية بينك وبين الطرف الآخر وغسل اليدين بالماء والصابون بشكل جيد إلى آخر ذلك من الحلول والمقترحات التي تقيهم شر هذا الفيروس حمان الله وإياكم أما تبسيط الحلول والمقترحات فممكن أن نقول لهم متابعة القنوات الرسمية واستثمار الوقت طوال فترة الحضر كذلك الالتفات إلى الأخبار الإيجابية وترك الأخبار السلبية أما زرع الثقة والأمل في قلوب المستمعين فنحن أمة مؤمنة ونؤمن بقضاء الله وقدره فالإيمان بقضاء الله وقدره يزرع في قلوبنا الرضا ثانيا نذكر جهود الدولة في الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وما تقوم به من إجراءات احترازية لمنع انتشار هذا الفيروس هذا بشكل سريع ومبسط عن طريقة إثارة انتباه الجمهور ننتقل بعد ذلك إلى المقدمة بعد أن تختار الموضوع تنتقل إلى كتابة مقدمة جيدة وتجتمل على عناصر منها خطوات المقدمة مكونات المقدمة وأساليب كتابة المقدمة أما الخطوات فمن يذكرنا بها خطوات اختيار المقدمة لابد أن تفرق بين ماذا؟ بين الخطوات والمكونات والأساليب فما الخطوات للمقدمة؟ أولا بيّن علاقة الجمهور بهذا الموضوع ثم بعد ذلك تعرف الجمهور بمناسبة الخطبة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر بعد ذلك تبيّن فوائد الموضوع عن طريق نفت أنظارهم إلى المشكلة التي تواجههم ثم تستعرضها وتستعرض طرق حلها كذلك كوّن علاقة قوية بينك وبين الجمهور وذكرنا قبل قليل المصداقية والثقة والأمانة إلى آخر ذلك أخيرا اعمل على دمجهم معروح الخطبة وذلك عن طريق الأسئلة التي تساعد على التفاعل والتجاوب أما مكونات المقدمة فتتكون المقدمة من جمل استهلالية وكتابة المقصود فالجمل الاستهلالية هي عبارة عن جملة أو مقطع من الجمل الموجزة تعكس مضمون الموضوع الذي يريد الخطيب نقله إلى الجمهور أما المقصود فهي جملة تعكس توجه الخطيب نحو المطالبة بشيء ما يخدم هدف الخطبة ننتقل إلى أساليب كتابة المقدمة فما هي؟ اسأل بهدف الإلقاء وليس الحصول على إجابة وهنا الهدف هنا إثارة المستمع إلى موضوع الخطبة بعد ذلك وظف الأشياء المشتركة ثم بعد ذلك أضف أو استخدم جملا طريفة واستخدم الأدلة الدينية والأقوال المشهورة وأخيرا استشهد بمصادر لها مصداقية حدد نوع اسلوب العرض المناسب فيما يلي نحن قبل قليل ذكرنا مهارات بناء الخطبة وأول مهارة هي اختيار الموضوع ثم بعد ذلك تحدثنا عن المقدمة مكونات المقدمة وكذلك خطوات المقدمة وأساليب المقدمة والآن نتحدث عن المهارة الثالثة وهي أسلوب العرض أسلوب يستخدم للعبرة والتهديد والوعظ والإسقاط إلى آخر ذلك فماذا نسمي هذا الأسلوب؟ نسميه الأسلوب القصصي أسلوب يستخدم لشد انتباه المستمع إلى الموضوع معين ماذا نسميه؟ ويسمى الأسلوب إثارة السؤال أسلوب يستخدم لمنع التداخل بين أجزاء الموضوع ما رأيكم؟ ما نوع هذا الأسلوب؟ أسلوب يمنع التداخل بين أجزاء الموضوع وهو أسلوب التسلسل أسلوب يستعرض فيه الأفكار بطريقة وصفية تعتمد على الإلمام بالموضوع فماذا نسميه؟ يسمى أحسنتم الأسلوب الوصفي إثارة اهتمام المستمع للظاهرة التي يتناولها الموضوع وهنا نقول أسلوب الطرفة فيستخدم لشد انتباه المستمع إلى الموضوع عن طريق النكتة أخيرا تأسيس علاقة بين الخطيب والمستمع ونسميه أسلوب الأشياء المشتركة حدد المهارات التي تساعد في ضمان الفهم وضمان الفهم هو المهارة الرابعة من مهارات بناء الخطبة وأطلب منك الآن عزيزي الطالب أن تحدد لي المهارات التي تساعد في ضمان الفهم ما رأيك؟ هل الدقة في انتقاء المفردات؟ أم تجنب التكرار؟ أو اللجوء إلى التصوير والتشبيه والإطارة في كتابة المقدمة؟ استخدام الإحصائيات؟ هناك أكثر من إجابة صحيحة إذن الدقة في انتقاء المفردات واللجوء إلى التصوير والتشبيه واستخدام الإحصائيات كلها مهارات تساعد في ضمان الفهم أيضا ننتقل إلى المهارة الخامسة وهي ضمان الانتباه فما هي المهارات التي تساعد على ضمان الانتباه؟ هل إثارة التفكير المستمعين؟ وتجنب التكرار؟ عمل التباين والتضاد؟ عدم الإطارة في المقدمة؟ ربط الأشفكار بأشياء معلوفة؟ أي الإجابات هنا صحيحة؟ أو الاختيار الصحيح للمهارة التي تضمن الانتباه؟ إذن المهارات هي آثر تفكير المستمعين وتجنب التكرار وعدم الإطارة في المقدمة ننتقل بعد ذلك عزيزي الطلاب إلى الخاتمة الجيدة وهي المهارة الأخيرة من مهارات بناء الخطبة فالتخاتمة تشمل تلخيصاً للموضوع في نقاط محددة وتسليط الضوء على فكرة مهمة في الخطبة استخدام قول مأثور أو استخدام رأي مسؤول أو تفعيل دور المستمع وآخيراً تحميل المستمع المسؤولية ننتقل إلى الموضوع الثاني من وحدة التواصل الشفهي وهو الإلقاء فالإلقاء له أنواع أربع وذكرناها سابقاً فمن يذكرني بها؟ حاول أن تتعرف على نوع الإلقاء من خلال الجمل التي أمامك عندما يواجه الإنسان موقفاً مفاجئاً يتطلب من إلقاء كلمة مباشرة دون تحضير مسبق للموضوع الذي سيتحدث عنه هذا النوع من الإلقاء ماذا يسمى؟ أحسنتم يسمى الإلقاء المرتجل العفوي عندما يسجل الأفكار الأساسية والفرعية في نقاط موجزة ثم تدون في كروت خاصة فيلقيها أمام الجمهور ماذا يسمى هذا النوع من أنواع الإلقاء؟ يسمى الإلقاء المرتجل المسبق الإعداد إلقاء الخطبة اعتماداً على الذاكرة نسميه ألقي إلقاء بالحفو أخيراً كتابة الخطبة على الأوراق ثم تقرأ أمام الجمهور بالتأكيد الإلقاء المقروض مهارات الإلقاء ما هي؟ ذكرنا سابقاً المهارات هي أحسنتم الجرأة ثم ماذا؟ ثم الطلاقة وبعد ذلك سلامة الوقفات وأيضاً التنغيم وماذا أيضاً؟ نقل العاطفة واستخدام لغة الجسد حدد العوامل المؤثرة في نجاح الخطبة ما هي العوامل المؤثرة في نجاح الخطبة عزيزي الطلاب؟ ما رأيكم؟ الكفاية اللغوية والاتصالية وهي التمكن من مهارات بناء الخطبة ومهارات الإلقاء والسياق كذلك السياق المادي المتعلق بالمكان والزمان والاجتماعي والنفسي إلى آخر ذلك وأخيراً الخبرة المشتركة بين الطرفين في الموضوع حدد المهارات التي تتقي فيها استثارة المستمعين طلب الإذن، الضجة، الثقة، الاعتذار، طلب تأجيل الحكم، التغذية الراجعة إذن المهارات هي تطلب الإذن، وكذلك الثقة، تحدث بلهجة الواثق، والاعتذار، تعتذر منهم عن الخطأ وكذلك تأجيل الحكم، طلب تأجيل الحكم مهارات المحافظة على تفاعل المستمعين لاحظ معي، عندما توزع النظر على المستمعين بالتساوي ماذا نسمي هذه المهارة؟ حاول أن تضع مسمى لهذه المهارة توزيع النظر على المستمعين بالتساوي وتسمى الاتصال البصري مهارة الاتصال البصري الانحناء للأمام والتقدم، تعبيرات الوجه، هز الرأس ماذا نسميها هنا؟ تسمى الحركات والإيماءات إثارة التفكير وتحفيز الانتباه ويسمى طرح الأسئلة أخيرا، الطرفة والحكاية وتبادل التعليقات مع المستمعين ونسميها المرح مفهوم الخطابة والإلقاء ما الفرق بين الخطابة والإلقاء؟ نقول، الخطابة هي حديث شفهي موجه إلى مجموعة من المستمعين كالخطبة والمحاضرة والإذاعة أما الإلقاء فهو الطريقة التي تنطق بها الجمل والعبارات وما يصاحبها من تعبيرات جسدية وحركية تساعد على إيضاح الفكرة ونقل الانفعالات العاطفية هذا الفرق بين الإلقاء والخطابة لاحظ معي هنا ماذا يجب أن يفعله المتحدث؟ يجب عليه دراسة الجمهور بدقة حتى يتأكد من كيفية التأثير فيهم وكذلك الإيجاز وعدم الخروج عن الموضوع التسلسل في الأفكار والتفاعل البصري ما دور المستمع أثناء الخطبة الاستماع أو الإنصات الاحترام التركيز الهدوء عدم الانشغال عدم المقاطعة بالحديث والمشاركة بأدب واحترام مهارات المتحدث البارع مهارات الخطابة ونقول اختيار الموضوع وبناء المقدمة وضمان الفهم والانتباه وأخيرا بناء الخاتمة أما مهارات الإلقاء فذكرناها الجراءة والطلاقة والتنغيم وسلامة الوقفات ونقل العاطفة واستخدام لغة الجسد أما مهارات تفعيل المستمعين فهي الاتصال البصري والحركات والإيماءات والأسئلة والمرح لماذا نختار عنوانا جذابا للموضوع؟ علل لماذا؟ لجذب الانتباه والتشويق والإثارة لماذا نقدم أفكار ومعلومات جديدة للتطوير والإبداع؟ لماذا نختار الموضوع بحسب حاجة الجمهور للتجاوب والمشاركة؟ لماذا نعرض الأفكار باستخدام القصص والتشبيهات والمقارنات؟ زيادة في التوضيح ولإثارة المستمع ومخاطبة العاطفة مهارات الإلقاء نريد أن نحدد المهارة المناسبة لكل تعريف أو إيضاح فالقدرة على مواجهة الجمهور دون خوف أو خجل ما هي المهارة التي تعتمد على القدرة على مواجهة الجمهور؟ نسميها الجرأة انسياب الألفاظ والأفكار مع فصاحة النطق وجهارة الصوت ماذا نسمي هذه المهارة؟ هي الطلاقة الوقفات القصيرة في نهاية الجمل والطويلة في نهاية الفكرة ونسميها سلامة الوقفات تلوين الصوت للدلالة على نوع التركيب اللغوي كالاستفهام أو التعجب أو التوكيد أو السخرية إلى آخر ذلك ونسميها التنغيم تلوين طبقة الصوت ودرجته بما يعبر عن الانفعالات العاطفية ونسميها نقل العاطفة كالتعبير عن الحزن أو الغضب أو الفرح وغيره تعبيرات الوجه والإشارات والإيماءات والوضعيات والمسافات المكانية ونسميها لغة الجسد بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا مراجعة عامة لوحدة التواصل الشفهي تناولنا فيها مهارات الخطابة ومهارات بناء الخطبة ومهارات الإلقاء دعواتنا لكم بالتوفيق والنجاح ونسأل الله أن يزيل الغمة عن الأمة وأن يرفع البلاء والوباء دمتم بخير وعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر